طيب أصل معك أستاذ أبو خبزة من بين الفئات أيضا التي أولاها الخطاب الملكي اهتماما كبيرا هي هذه الإشارة إلى الطبقة المتوسطة والتي قال الملك محمد السادس بأنها هي أساس المجتمع الذي شبهه بالبيت هذه الطبقة المتوسطة كثر الحديث كثر الجدل كثر النقاش حولها في السنوات الأخيرة ما هي أهمية هذه الإشارة الملكية إلى هذه الطبقة التي تشتكي دائما بأنها تتحمل الكثير وأيضا تتحمل الكثير في ما يخص المساهمة في المجهود التنموي لماذا هذه الإشارة؟ ربما شخصيا أعتبر أنه كتنبيه ملكي للحكومة ولواضع السياسة العمومية في المغرب بأن السياسات العمومية المنتهجة للأسف الشديد أنها مست الطبقة المتوسطة بشكل كبير وكبير جدا والتي هي صمام الأمان هي قوة إنتاجية لأنه عندما نتحدث ورد ذلك في الخطاب الملكي أن الطبقة المتوسطة هي قوة إنتاجية ثم أنها صمام الأمان لأن الاستقرار الاجتماعي هو مرتبط بمدى تسع الطبقة المتوسطة كلما كانت الطبقة المتوسطة هي الأكثر تمتيلية داخل المجتمع كلما كان المجتمع مستقرا لأنها هي حلقة وصل وكذلك هي تعمل على خلق التوازن داخل المجتمع للأسف الشديد لاحظنا من خلال النتائج المترطبة عن السياسات العمومية المنتهجة منذ مدة في المغرب من خلال الحكومات المتعاقبة أن هذه السياسات مست بشكل كبير وكبير جدا طبقة المتوسطة أصبحت أقرب إلى الفقر فلذلك هذه السياسات تعمل على جر الطبقة المتوسطة نحو الطبقة الفقيرة بما يحمله من مخاطر لذلك لأنها لن تعود قوة إنتاجية ولن تكون صمام آمن بماذا؟ هناك مؤشر وحيد نقص به وضعية الطبقة المتوسطة وهي قوة للدخار إمكانية للدخار لدى هذه الطبقة لأن عندما تكون هذه الطبقة لها القدرة على الدخار فنكون طبقة متوسطة كذلك أن الطبقة المتوسطة هو معيار لكرامة الإنسان لنوعية العيش الكريم عندما نقول العيش الكريم للإنسان معين وهو نقصه من خلال الطبقة المتوسطة كيف ما هو نمط الحياة الذي يسير عليه الشخص فذلك النمط إذا كان من الطبقة المتوسطة فنحن نقول أنه يتوفر على كل مؤشرات العيش الكريم فللأسف الشديد لاحظنا من خلال كما قلنا من خلال السياسات العمومية التي انتهجها المغرب أنها أصابت الطبقة المتوسطة بل أكثر من ذلك هو أن هذه السياسات للأسف الشديد كذلك أنها لم تستطع خلق طبقة متوسطة في العالم القاروي نحن نعلم أن هي الدعوة التي وردت في الفيطاب الصابق لماذا؟ لأن هذه النقطة جد مهمة لأن في الصابق كان النسيج الديمغرافي المغربي كان هناك الغالبة للعالم القاروي على العالم الحضاري هناك في بداية السينات كان 80% 20% الآن نتحدث عن تقريبا نصف 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 يعيش في العالم القاروي ونصف العالم الحضاري إذن فلم تقوم الحكومات المتعاقبة تقوم بقاروي ونصف عالك لأنها في الغالبة ونصف العالم القاروية لا هي في القرية ولا هي في المدينة أخبر بطلية في المدن ما الذي حدر؟ تلك الفئات الاجتماعية التي كان من الممكن أن تكون طبقة متوسطة داخل العالم القاروي كلها هاجرت للمدينة